يعني خلال السنة الماضية ما قبل ما أنا أستلم اتفاجأت أنه إحنا بنحكي عن عامل صرف صحي وحارس لكن في عندي حوالي 180 سيدة في عندي لا يقل عن 300 شخص لهم وظائف أخرى يعني عنده ضمان اجتماعي وموظف وفي منهم في موظفين في قطاع الحكومي وقطاع خاص في عندي أسماء ثنائية يعني أنا بستغرب وين هويته هذا الشخص ومنه هذا الشخص اللي أنا عم بصرف له رواتب بنحكي عن سلم رواتب من 200 دينار للشخص اللي غير معه الشهادة جامعية أو دبلوم ومن ثم نرتفع حتى نرتقي ل450 دينار هاي سلم الرواتب رواتب 1200 شخص من 200 دينار ل450 دينار نعم حسب شهادت وإذا معاه شهادت كان منهم 180 سيدة هاي وظيفة لا تشغلها سيدة نعم نعم طبعا و 300 شخص يملكونها على الأقل عندهم وظيفة أخرى في منهم بقطاع الحكومي وفي منهم وفيات وفي منهم أسماء ثنائية فقط يعني لا إلو هوية ولا إلو رقم وطني وكان في القائمة وفيات نعم كان في وفيات وكان طبعا ويصرف لهم رواتب كيف يصرف الرواتب هاي طبعا هي اللي كانت عنا اللي فتت انتباهنا وبالتالي بلشنا نتبع على هذا الموضوع للحق أقول أنه هذا الموضوع كان وارد عند أخواننا في دارة هيئة النزاة ومكافحة الفساد كان في عندهم معلومة سابقة وكانوا شغلين عليها لكن في فترة وزارتي أنا قمت بتزويدهم بكافة الوثائق وفتحنا جميع الأبواب لهم لحتى يكتمل التحقيق بهذا الموضوع لحتى إحنا نصل لقرار أنه يا هل ترى لمن نجدد ومين ما نجدد تعرف هي مسؤولية طبعا جددت لحدا منهم طبعا سيدي إحنا اللي صار كالتالي أنه أنا رفضت التجديد لأي حدا إلا أن يتم تزويدي بقائمة من جهات رقبية لمن أجدد ولمن لا أجدد لأنه هذا الموضوع موضوع شائك مين جهات رقبية؟ ها سيدي؟ أنت بتقول لي أنا حولت لجهات رقبية طبعا مكافحة الفساد لأنهم اشتغلوا على المعنى على الموضوع تم الضغط علينا أنه لازم نجدد لهذول الناس لأنه ممكن يصير في عنا اعتصامات وحراكات في مناطق تم الضغط عليك من مين؟ من أشخاص سيدي من أشخاص وللآن بعدهم أشخاص نافذين يعني؟ طبعا يعني نحن نحن نحكي عن فريق وزاري نحكي عن حكومة الآن في تخوفات يكون في عنا اعتصامات وحراكات متعطلين تم الضغط عليك من داخل الحكومة؟ نعم تم الضغط علينا وبالتالي أنا أحلت هذا الضغط إلى مكافحة الفساد طلبت منهم القائمة عندكم شيكوا عليها كل مرفقات موجودة اللي يستحق التجديد بنجدد له والذي لا يستحق ما بنجدد له يعني أنا ما بقدر أجدد له واحد عنده ضمان اجتماعي وموظف قطاع خاصة وقطاع حكومي ما بقدر أجدد لشخص موجود على عمله كمعلم ولا بإحدى الوزارات ومعطى شراء غدمات عندي بوزارة المياه في أولى منه أني أنا أعطي هذه الوظيفة بالذات في فترة كورونا وفي بطالة وفي متعطلين أنا هذا الملف ما بتحمل مسؤوليته لأنه فيه تجاوزات الآن كيف تمت هذه التجاوزات من انضغط عليه كيف تم تزويد من قبلي بهذه الأسماء كيف مشت الأمور هناك نموذج بتوقع عليه من لجان ومن ثم يصادق عليه الوزير أو يوقع عليه الوزير لأنه قراره وبالتالي بتحول إلى ديوان الخدمة المدنية وتمشي الأمور حسب المطلوب